في آخر إحصاء للأولاد السوريين النازحين في عمر المدرسة، أي ما بين 13 سنة، أكدت مصادر متقاطعة من مفوضية اللاجئين واليونيسيف أن عددهم اليوم يتجاوز 700 ألف طفل. يتوقع أن يتم استقطاب نصفهم في المدارس اللبنانية، أي نحو 350 ألف، بعدما كان العدد لا يتجاوز 267 ألف العام الماضي، أي 28% من العدد الإجمالي للتلامذة في لبنان، الذي يبلغ مليون 260 ألف تلميذ. توقعات وزارة التربية تشير إلى أن عدد التلامذة السوريين سيرتفع في السنة المقبلة إلى أكثر من 220 ألف تلميذ في دوامي، بعد الظهر الذي يستوعب العدد الأكبر، وقبل الظهر الذي يتوقع أن يرتفع عدد التلامذة السوريين فيه إلى 35 ألف، وسيزداد العدد في الثانويات بعد نجاح أكثر من 5000 تلميذ سوري في الشهادة المتوسطة. نسبة الطلاب عادة أو التلاميذ هو يقارب عالمياً 30 إلى 33%، يعني أن المليونين فيه تقريباً 660 ألف طالب وتلميذ سوري، هلأ بيقولوا الإعلام أو الأمم أنه ناش بيفوتوا وناش ما بيفوتوا، عظيم، بس هؤلاء المسجلين بالأمم، بس مش كل الناس معناتها أنه مش سيروحوا، لا راح يروحوا، وبالتالي العدد يقارب تمن كبد الرقم 500 ألف، 500 إلى 550 ألف تلميذ سوري تدفع الجهات المانحة عن كل تلميذ سوري في التعليم الرسمي 140 دولار، مخصصة لصناديق المدارس الرسمية، إضافة إلى 18 دولاراً لصندوق الأهل عن كل تلميذ طلابنا نحن اللبنانيين مليون ومئتين ألف بين تلميذ وطالب، يعني تلميذ أكاديمي وجامع، إذا دخل عليهم 500 أو 600 ألف طالب أجنبي، يعني الطعن قربنا على النص أجانب مختلف من عدة جنسيات، هذا راح يأثر حكماً على الواقع التربوي بالصف، التعاطي بين الطلاب، ما هذا جاي من بيئة مختلفة، من سائفة مختلفة، من طريق التعاطي مختلفة، من مستوى لغوي متدني ومختلف. أنا بدي نظم برنامجي على أساسهم، ولا بدي طلعهم على البرنامج اللي أنا فيه، وبالتالي راح يضل في هذا ديكلاج الخطير. هذا والأساتذة في لبنان يعانون من تدني الرواتب ولا يريدون التعليم، فمن سيضبط الصفوف ويعمل على الحد من الهوى بين التلامثة؟ معضلة لابد من التعامل معها بشكل جدي، وإلا تداعياتها سترافقنا لأجيال.